أطلقت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة تدريب السيدات على إنتاج الغذاء الآمن بإحدى القرى بمركز قليوب بمحافظة القليوبية واستهدفت المبادرة عقد لقاءات تدريبية لبناء قدرات السيدات في مجال الأمن الغذائي وإدارة المشروعات الصغيرة التي تعمل على تحسين الدخل وتوفير حياة كريمة لهن نحن بتم تدريب السيدات إزاي يقدروا يديروا مشروعات قائمة على الإنتاج الغذاء الآمن وكمان بيقدروا يدربهم على إدارة المشروعات فكرة يكون عندها مشروع تديروا ويبقى عندها زيادة دخل لتحسين نوعية حياتها والأسراتها استفدت النهاردة إزاي من حاجات بسيطة موجودة في فيدي أن أنا أعمل وقبة صحية تفيدني وتفيد أخواتي وتفيد أهلي من خلال الندوات التي احنا أخذناها هنا في المؤتمر تبعي الهيئة الإنجلية وجمعية النصر حاجات بسيطة وسهلة تفيدني وتساعدني بدل ما روح أجيب حاجة بره مش مضمونة معرفش إيه مصدرها إيه الحاجات اللي موجودة في ممكن تكون حاجات مصحية بس بالعكس في البيت بقى أنا ضمن الحاجات اللي أنا هستعمالها ومن خلال المشروعات اللي هم بيمدون بيها دا كاترة بيعرفونا الأمن للغزاء المتكامل إزاي نحنا من غزة أولادنا إزاي استفدنا منهم بحاجات كتير بالنسبة للمشاريع جابونا مشاريع زي البط والفراخ إن إحنا ربناهم وبعناهم واستفدنا اشتركوا في القناة